مرّة صديق قلّي يا عمي قلّي تعرف يا حمدي ناس مثل الدخّان أنا بصراحة استغربت التشبيه قلّي طوّل بالك عليه الدخّان هو نبتة لا بيأذي ولا بيضر بس لما منقطعه ومنربته ومنعلقه ومنضغطه ومنعلبه بصير بيشعين من شهلة كبريت صغيرة مرّة صغيرة غسّان شبك؟ احسان الأيّ صار احسان قلّي تاعمش همإيطابك وإنش أحبّي حكيلي حلّ بيقلي شبك؟ رافت قال تعالى عن بؤبي وحكّا له كل الشي حكّا له عزبة إدعوصناها قليّي؟ شو عرفاك؟ شفتك وهم يقردون كل شي يعني ما كان قلو ساواها قسيطة انا بورجي لك ياه انا خايف لك يا ريسار خايف رو ع البيت تلق لها يبي ضاهج انت يا بيهم تعرفين ما تما ضاهج ما تما طقت معها الكبسونة بسعني يبي قليب تنين بلا شي خبطي مين شمال طلعنا على الاخر الشي من تمو اهدا اهدا حبيبي وحياتك كل شي وقلو حل ويم الدولو ما يعرفون قال لي يا ابن اعتزل نعطاك سمية الفورقة عن جاد اي عطاني ياهن ليكم معي ليش هم تسأل لك عمفكر هيك استعجر لي شي شقة ولا نزلي بشي قتيل منجح حالي يعني هيك فرفش اموري معك شي ميت الفورقة هي في نصرفهم حبيبي انت بتعرف انه كل شي معي لقلك بس شونسيت انه هيدون رعبون الشقة لنسكن فيها انا وانت لك ما ينسيها بس يعني شو سهوي بزادف اضطراري هذا حبيبي معاش اللي بدو ينايمك بقتيل او يزلك انا عندي مشوار صغير رح سعبي برجع لك اوكي خال خال اطرح شوي باك شو جابك ياهون والله يا خال ما قدرت استنى للمسا خير شوفي اخي غسام يمكن الله العليم تورت ورطة كبيرة الرقاصة اللي شفناها معه الظاهر انه جارت له رجلنا انغلط واني كل خوفي يا خال بابا يعرف والله والله ازعرت بيهد البيت فوق راسه خالاص اطمني علي امتي روحي عالبيت شو بيصير معي خبريني ما انا نحرم منك خال لا تشيلي هم الله معي لحمة تون قلت لحالي بيجيب وضعك بركي ما عد شفتك برغم الجرح الكبير اللي جرحتني ياه انا ما جرحتك ما صرحتك من وصيفتك كل اللي عملته اني نقلتك من مكتب مهم في شي نكسر وما عد يتصلح بعتقد يا فتون انه انت اللي كسلتها كل ها الصرعة هاي لاني زورت توقيع واحدة ما بتسوى فرنجين مو كل العقود القديمة كانت تمشي بتوقيعها او عدمه المهم بالنسبة لي اني خالفتي تعليماتي سوّلت توقيع وخالفتي القانون قانون وين كان القانون لما كنت قاعدة ببيتي ست سنين وانا ما عم اشتغل القانون ما سمع فيني ولا قال منها هاي الوزير بينفذ القوانين ما بحطة انا ما بهمني مين عم بنفذها ولا بهمني مين حطة لانه ما عد لي ثقة فيها الناس كلها عم بتدور لحتى حدا يحميها لانه تأكدت انه القانون ما طالع بايده شي ايه بس هذا كله ما بيبررلك انك تلتشي بميتين الف ليرة ميتين الف ليرة يا سعادة الوزير ما بيعنوا شي لأبو جلال بس إيلي بيعنولي كتير بيعنولي أمان لبكرة شايف شو قلال؟ ومع هيك بيحسسوني بالأمان لا تدوري عن مبررات لسلوكك الموظف لازم يكون مؤتمم بعمله وعنده ولاء لوظيفته معلش اربع تلاف ليرة الواحد ما بيعن ولاءه لأبوه على كلها انا احب بيقلك كلمة انا ما دخلني بمنع هدم المخالفة حبيت تصدق حبيت ما حبيت تصطفل شكرا كتير يا سعادة الوزير شكرا لانك نفست وصيات المرحوم أخي عن اذنك اصدق مرحوم أخي ما قلت ليك أنا أعطيك يا حالي مخافرة؟ ما قلت ليه؟ مبيه ولا ما محب أتركك لا حالك متمنى ودول معك بس بصراحة عندي أخبار مو كويسة منوب أخبار مو كويسة منوب؟ حلو شو الأخبار مو كويسة منوب؟ شوفت الجماعة أصحاب الشقة اللي إثلاك بدنا نشتريها منهم وما ردوا إلا يأخذوا مليون ليرة دفعة أولى والعمل؟ بعت شوية تسيغة كانوا عندي وحطيت فوقهم كم ليرة كتشايلتهم لأيام السوداء ودفعت اللون يعني فرلستي؟ كل شي ماي حطيته وما ضل معي ولا ليرة وعلى فكرة كتبت العقد باسمك ليه؟ اللي وهبتك حياته ما بيدل عنده شي غلى عليك ممممممممممممممم كانت هي أقل أبري قلبي كفنيني دي يشكلي قاسي والله أنا أنت صحت بكي أم داعيتلي فيكي أنا أهم شي قبل ب nearest الموضوع إن أول خطوة أنا وياك يقديرنا نمشيها سوا حبيبي قدرنا نمشيها بس بسراحة لسة لدينا بلوا بلوا؟ بلوأنت شو؟ صفيان ندبر مليون ونوص خلال 15 يوام مليون ونوص خلال 15 يوام أنا صبرت عليك كتير يا أمل وما بقى فيني أصمر أكتر من هيك وعلى فكرة هذا صبر مو ضعف سمي التسمية اللي بدك إياها أنت شخص مهزوم ولازم تعترف بهزيمتك بقى الهزيمة والخسارة بتخص الحروب مو العائلة العائلة المفروض يكون بينهم ود وحب مو حرب العائلة يا حمدي مثل السفينة بحاجة لربان واحد يقودها وبتخيل القائد لازم يكون هو الشخص الأجدر بالقيادة بفهم من حكيك إنو حضرتك بتشوفي نفسيك إنك الأجدر طبعا أنا الأجدر ورح ذكرك بالنتائج اللي حصدت بالمرتين اللي استلمت القيادة فيهم استلمت القيادة وإنت معتر لوين وصلتنا؟ للتشرد والإفلاس والسجون وهلأ بعد ما صرت حضرتك وزير لوين وصلتنا مكانك راوح ولو ما تدخلت أنا كانوا شالوك من زمان الموضوع لوشين يعست أمل وأنتي شايفة وش واحد بس والله أنا هذا الوش اللي شفته شرف أرجيني الوش الثاني تكرى معينك يا ست أمل الوش الثاني واضح عائلتي ما شاء الله عم تزور توقيعي حضرتك عم تنطلبي للتحقيق بدك الزوجة البنت فوق زوجها ابننا صغير مجد صار آخر طالب بالصف هاي هي إنجازاتك يا أمل خاني حمدي لا تخلي غيرتك من نجاحي تعملونك غيرتي أنا؟ لك جناتي معدة الأرض حملتك كلها الفشل اللي صايب العيلة وعم تحكي عن نجاحاتك حمدي ما بسمح لك تعلي صوتك بتحقرني بهالطريقة ها مشان الله وعطوص لكم هلالجيران تسمعنا ولك أنا شو ساوي تقدر تخنعني إني غلطت؟ لك واضح خلطك يا أمل واضح تطلعك لفوق دمر العائلة تعرفي يا خانم إنه غسام متعلق بواحدة رقاصة عم تستغله وبدو يتشوزها تعرفي؟ ولي؟ يعني الحك اللي قالي يا رقوف صح؟ شو؟ رقوف عم تشوفي رقوف كمان لك شو حالبيت ها لك شو حالبيت؟ ماما وين الصابونات؟ دي فرود غسلت مين فتاح الباب يا يحيا يا دي لي حبيبتي؟ يا صاحر أبعك برسوا عشرة باللسل لا أعمandel لك، الباب عمي نادي لك، corporations دو احểuо باب.. اوراي بكل فتاحو افتحو فور أهايي خلاص مني، لك درشتني تعست عاسد دو جازاكي ل grappling الموصت في مين؟ مين يا أحييان؟ فاداء أنا يا لك هنهت فتتي أبرييني تقدرييني اجيت في وقتك بوقتي شو ناني يا هدي؟ ساداء أعمال أهوة بعملة أهوة ساداء يا Wer chegar خايفي يا أستاذ تمام وهي أول مرة بحياتي بطلع مع حدا تاني غير أبو جلال حرام حرام تدفني هالشباب كله بالفيلا انتي لازم تطلعي تفوتي تشوفي الناس أنا بخاف من الناس أبو جلال صورني الناس كله وحوش وطمعانين فيني وأنا صد بسيطة ما بعرف شي غير اللي بقلي عليه أبو جلال بس هذا غلط شوفي ثقتك بأبو جلال لأين وصلت أبو جلال عم يسرقك وعم يخوفك من الناس وليكو حابسك بين أربع حيطان حاسي حالي محبوسة مخلوقة رحطق بدي حدا يساعدني لأني ما بعرف عمل شي لعيونك اعتبريني خاتم بأصبعي انتي بس شريلي بتلاقي نوايا في قدامك طب انت ليش عبتعمل كل الشي كرمالي شو هي اللي بيجبرك قلبي قلبي هو اللي بيجبرني قلبي اللي حبي مو قدراني يعيش من دونك عفوة أستاذ تمام أنا سنت متزوجة وما بصير هيك بس الحب ما بيعرف بس الحب ما بيعرف متزوجة وغير متزوجة انتي عطيني فرصة واحدة بس فرصة لا إثبت لك اني أنا رجال ورح وقف جنبك وإحميكي من هالزقاب اللي عميحولوا يأكلوكي لازم اختبرك بالأول لا شوف إذا بقدر قوسك فيك ولا لأ أنا جاهز لاختبارك وهي أول اختبار بتسقط فيه لا ليش أنا شو حملت طلعب بخير عزمتني وتليه لما طلبت الي الشي هههههه هاهههه هاههههههه هذج يا سوني يبعد لحمة ليحيا أحبطنا حسسني أنه كل الوزارة مع أمل ونحن ما معنا حدا لا تصدقي نحن الأقوى تخيلك يا فتون بدي أكسر عينه بدي هينه ساعديني خلاص أنا كم من رألتلك بتشيب كاسة نايمة على القهوة ها؟ بدي ضلعم على لنا كلام ولا همك خلاص المرة الجاية بجيب تفضلي يسلموا هالإيداني أهلا وسهلا أهلا وسهلا يام عود شو خير عم قللك عود السيد فتون بدي تحكي جوزين كلام تك تسمعون منيح خير إن شاء الله هلا أمل مين إلا بالوزارة إلا نبيل؟ الكل كل أعضاء مجلس الإدارة مع تمام وتمام جوزة نادية ونادية أرفيئة الروح بالروح لأمل إلا أما حزر صحيح مجلس الإدارة كله مع تمام بس تمام ما بيأخذ أوامره إلا من أبو جلال وأبو جلال معنا لا ستي أبو جلال مع أمل لأن الخانوم معدته تمشي لأموره بالوزارة وأنت مين قلعك؟ أنا ما بنسألك سؤال لأنه إلي مصادري الخاصة بالوزارة طيب رح وافق معك يعني اللي بيربط أبو جلال بأمل مصلحته؟ طبعا لك عن حب أوامر عظيم طيب إذا جيدة قدرت تخدمه أكتر من أمل شو بيصير؟ بيترك أمل وبيلحق جيدة طيب إذا لحق جيدة الوزارة كلها تتلحقها صح؟ صح فإذا اللي بيكسب أبو جلال لصفه بيكسب المعركة هلأ خلونا نشوف القوى بدون أبو جلال وجمعته هيك ما نكون متعادلين أمل مع نبيل وأنا معي وأنا؟ لأين تطرق أنت؟ تعرف قديش بكراها لأمال بس بوثق فيها أكتر منك لماذا هالكلام اللي بيهز البدل؟ أنا معكم؟ صدقوني أنا معكم وبكرا بتشوفوا ما لون رح تطيرك والنبي وضم أبو نوار لصفنا صدقوني أنا معكم؟ صدقوني أنا معكم قوم نكمل الجلي بالمطبخ وقشر لنا البطيخة الصفرة ولا الحمرة؟ أتحمر عينك إلهي يحيا نقلي البزرات مننا الله يوصل أه على عيني ولا يهمي يلا بسرعة لقلوق يا أختي لقلوق يعني جيدة عن جد الله يعينيك أم جلال بس إن كل حالنا ما بحب ناديلك أم جلال تسمحي اللي ناديلك بإسميك ناديلي بإسمي يا عيوني إنتي حبيبتي سونيا إليلي شي كلمي رسيني على بر هديلي أعصابي تصرفاتك هيلي بتخليني حبك إثبتلي إنك بتحبني وخودي عمري وسرتي ومالي وكل شي بملكم لك أنت مريني أمر أشري بإصبعتك وأنا بنفيس هالشي لازم تكتشفه لحالك مو أنا أقلك عليه يلا حبيبي أنا رح أنزل مشا ما حدي شرطنا مع بعض باي باي لك يسلم لي رب الصراف الأهلي أنا أهلين بابا غسان كيفك كيف دراستك إمتا جاي بابا جاي جاي بابا بس يعني أنه أول شي عندي درس مع صديقك لازم بدرسه بعدين جايب عندك بغرب ماشي سلم لي على رفيقك ودير بالك على دراستك وحاول ما تتأخر الله معك شفت ما أتلك إنك مهومة الفاديت ما هيك ما نريع البيت غير لينوم خايف واشوه غسان شو خايف تواجهه؟ أنت رجال مفروض ما تخاف سيد هالطلب إلقاء الاستملاك بيطلع لنا من ورا خمس ملايين ليرة وهدول وراق بيد وقعون مستفيد منهم بعدين باي صار أنا خايف حبيبي لا تخاف ما حدا رح يعرف فيك وفرضا نعرفه شو رح يساوي شو رح يساوي شو مجنونة إنتي برودة بلكي أنا تزوير هات حبيبي وحيعتك كل شي محسوب حسابه رح حطلك أسوأ الاحتمالات الشرطة عرفت بالموضوع وبدت تحاسبنا كيف رح تحاسبنا ونحنا حنكون بره البلد ليش لحنسافر على بلد بره؟ طبعا حبيبي منسافر على بيروت أو على تركيا ومنفتح مطعم بها المساري طيب وهنيك عضيتش تقلي مغنية؟ لك وحدك حبيبي وحيعتك لعيشك عيشة ما بتحلم فيها انت ختملي هالوراق وترك الباقي علي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 southern موسيقى ّ تَوكَتَك يَعْضِ الْنَاشِ تقدر حب وطيبة وأنا ملي في هالدنيا سواك انطارت البيب وأنا ملي في هالدنيا سواك انطارت البيب رحلت ومبقى وياي يحسب ضحكتي ومبقى وحتى الجرح في باطل يغزيني وهاليب وأنا ملي في هالدنيا سواك انطارت البيب ماذا بك يا عليا؟ امتا؟ يا باطل؟ جاي انا جاي المهم علا اليوم بنسهر سوا وبتنام عنا حاكم في مواضيع كتير لازم نحكي فيها ماذا معصاس أنكل؟ اللي هو أبوكي جاي يزورك اليوم؟ اه صحي صحي تب قعد سهار هلا وباخر السهرة عميل حالك رحت عالبيت بس لا تروح انترني برا وأنا بفتح لك الباب بس ينام اوكي؟ يعني اه أنا وياكي اليوم لحنكون سوا سوا لا غسانو انت بتنام بغرفتي لحالك وأنا بنام عند نوفة بغرفته وقوعك قوعك يكون خطر ببالك شي من اللي فهمته أنا والله ما راح مأخي لبي لك أنا قصدي شريف بس سنية على فكرة منيح اللي أحنام بيتاخت لحالي منه براكفيس بالليل اي واذا كان والله ما يدرى أبي انه رجال مد ايدو علي قبل مصير عازمته كان بيتبحني وبيتبحو من دون ما يرفلو جفن ايو الله يقولي لك يا يا رب يلا تعال عجهز حالي اوكي؟ اوكي؟ استنعني أين؟ اين؟ اين؟ لكي شبك عبي يا هلاكتينا حاش تكبرين الموضوع شو أخوكي وأبوكي وولاد صغار أبصر وين بيكونوا؟ سرلون طعين من البيت أكتر من ثلاث ساعات يا أخاك يا أخو فيكون أبي عمل شي بغسا تؤمر قلبي يا أخي تؤمر قلبي تؤمر قلبي ما بيكفينا اللي فينا؟ والله يسرنا من أبوكي لأنه بس يعصي ببينساء أنه صار وزير لكن انتو شو عب تحكو يا جبا؟ الوزير بينخاف منه مو بينخاف عليه ابقص إيدي بالأباط إذا ما بيكون عن جيدة اتصلي وشوفي دقيت له ليش عم ترد؟ بدي تحرق لي عصابي ما بتقدي هدي لي عصابك أنا راح أشوفه اشرب الزوزة أنا ها عطاني مروحي وانا عطيته مروحي وانا عطيته مروحي وحلله أول دوحي بدي أنا مشرب شي شي أشرب الزوزة أنا شرب الزوزة أنا شرب الزوزة أنا هو أعطاني شمسي أنا عطيته شمسي هو أعطاني شمسي أنا عطيته شمسي أشرب الزوزة أنا أشرب الزوزة أنا أشرب الزوزة أنا هو أعطاني مش ميشي وأنا أعطيته مش ميشي هو أعطاني مش ميشي وأنا أعطيته مش ميشي أحلى الكلام بعدي العيشي بس أنا مشرب شي شي أشرب الزوزة أنا مشرب شي شي أشرب الزوزة أنا مشرب شي شي أشرب الزوزة أنا مشرب شي شي قالوا لي على خير بدي خبتي هلا هلا هدتني لأخر في خوكي هلا هلا قالوا لي على خادي خوكي هلا هلا هدتني لأخر في خوكي هلا هلا هدتني لأخر في خوكي بس أنا ما شرب إيه 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 مين المزوئ اللي جاي؟ من الأخر اللي؟ وينو؟ أهلين خال شو أخيران رضيت علينا ويجيت تزورنا أنا ما بزور هايك أشكال وين حمدي وغفصان؟ يا خالي شو ما حمدي لا تخبي عليه يا خالي ماكي همي ماكي وليك شبك مخلطي مافي شي عايزه الضروري مانون عنا يا خالي الله وكينا مو عنا هني مو عنا لك خلاص بالنائس هنالحبار ليجيت سال عنه لون هاشوني يا خالي شو هالخالي اللي قليت مافهمنا منه شي نخيل بيت الشحط عنا لا حول ولا أخوة إلا الله لك يا أخي ليش ما عم تفهمها لي عم قلك أنا وزير وزير لك بدك تكزوب كزوب كذبة تتصدق في وزير بيطلع بالصاص الليالي يلابس بيجامة وشحاطة وعب ينطوت مثل استعدان فوق أسوار البنايات طيب لو سمحت خليني يستعمل الهاتف لا أثبت لك أني أنا وزير إيه وأنا رح أثبت لك أني أنا رح ألحل كذابة عباب الدار شرف تصيد شو؟ غيرت رأيك ما هيك؟ لا ما غيرت رأيي رح أثبت لك أنه أنا وزير مرحبا يحيا أنا بالمغفر بالمغفر؟ بالمغفر؟ إيه؟ ماذا بالمغفر؟ استني شوي إيه؟ إيه؟ شو مجنون هاد؟ أنا رح أحكي مع وزير الداخلية ورح أحكي مع رئيس مجلس مزرع يحيا ما في داعي لهالأمور كلها أنا هاي الفضيحة بدي لملمة ما بدي انشرها ولا يهمك ساعات الوزير متل ما بدك خلص أنا مسافة الطريق بكون عندك ولا يهمك لا أدخل ساعات الوزير أخي بالمغفر؟ إيه بالمغفر قولي على أنت إن شاء الله شو رح تعمل؟ هاي؟ خدوا معك، حناوي من الأول، عادي وعاة بغيره أجرني بي أعيوني ومن الأخ أعمل أن نشرب سيلس حاجة أنا بدي أكل وول حاجة من أشكالك مارئ علينا كثير ننشوف آخر تمعاك الله لا يجيبك يا يحيا سعاد الوزير دخيلك ما تأخذنا تأصير مننا هذا اعتبره هو صوت فعلا يحيا الشحط مدير مكتب سعاد الوزير اللي واقف قدامك انا الحق علي المرة الماضية اللي سامحتك وما حكيت مع وزير الداخلية لحتى خليت تعرف كي تتعامل مع الشخصيات المهمة شارب اذا مالك نصدق اي صوته حمدي المكتوي يا طعام ريشو غبي يا طعام ريشو مضل غبي هبابة ربا انا اسف سعاد الوزير اللي بابي عرفك من جناب ارجوك سامحني لا 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 انت لازم تتحاسب المرة ماليش يا خلص هو الموقف كان غريب شوي معه حقسيات النقيمة الله يا صديد يا يعني الموقف غريب كتير يعني تخيل يا سعادة مدير مكتب الوزير انه يعني واحد تلابس بجامة وشحاط عدم المؤنفذة وعبدوت مفوق البلايات بس مع ذلك هشيما بيمنعنا انه نحاسبك وانا رحاكي مع وزير الداخلية يا الله قلتلك الموضوع الحل خلص يلا بسيطة طيبة شكرا مع السلامي على كل الموضوع ما انتح انا انا اهزئ والله موقف غريب يعني وسيل وبيجامة وبنايات الله يسترمي جيبي جنة شو صار معك حمدي حمدي ليش بنا متحكين حمدي موسيقى 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 حمدي حمدي حبيبي ما قتلي شو صار معك مبارح شفتوا لغسان ما شفتوا بس اليوم راح حط النقاط على الحروف معيك ومع كل الولاد بتفهميه وما هدا يطلع من البيت المسا ما بدك تستنى لا يجي غسان بالأول غسان ابني وانا بعرف كيف لاقيه المهم كلكن المسا بتكونوا بالبيت اي حبيبي بس من هلا قبلش ادور عليه لغسان عندي شغل ضروري بس متل ما فهمتك المسا كلكن كلكن ها حاضر موسيقى موسيقى سبك اي حزى ايا فطو غسان الله يزال حبي يا غسان هاي جزاتي اللي قابضك عندي مخاطرتك سماتي كل مالك ليش عملت عملتي؟ شو عمل السابق هو؟ دخيلك يا بابا دخيلك والله غسان قلتو شريف مو هيك غسان؟ قولي له هذا بابا؟ والله والله يا عمو أنا قلت طبعا شريف ولك شو قلتو شريف يا شريف؟ والله ليت بحك إذنوية صمرا يا إيه يا بابا دخلني أولا لذلك uyorum أهيه جاي إذا كنت Olm birini اشتركوا في القناة 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 سعادة الوزير هو اللي قرر عدم الموافقة بالهدم والكلام اللي قالك يا على انه ما عنده خبر وانه توقيعه تزور كان مجرد كذبة حابب يقنعنا فيها كلنا مستحيل لهو عطى الموافقة ما كان طلب مني هد وانا هيك كنت عمقول بس العصبية اللي شفتوا عليها وقت اللي خبرته اني بعدتك تزيلي المخالفات خلتني شك بالموضوع واستهانتوا بالمخالفات وانه الناس لازم تسكن والناحية الجمالية ما بتهمها خلاني شك اكتر واكتر ما بعرف بس بصراحة يعني كلامك خلاني كتير لا لا تواغزيني يا انسي رغبت وجعتلك راسك واخرتك لا لا بالعكس انا بتشكرك استاذا انك حكيت لي بس اتأكد انه لو طلع قيلو ايد بالموضوع انا ما رح اتهاون ابدا انا متأكد من هذا الشي تعرفي ليش ليش لانه الطيبة اللي بوشيك ما بتعبر الا عن جمال روحيك شكرا بس ناسي مرحبا 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 بدي بعينك بي اسألك المطربة قريسار موجودة سافرت على بيروت عندها حفلة في شب اسمه غسال اجري عندكم شيء لا وانا ماشي اعطيك العادة مرحبا 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 وعرف لي امتى رح تفضل عروض حاضر معلوم افوينك ولا تنسى تعرف لي مين بلجنة تفضل عروض مرحبا ما رأيك نحاول نعرف مين اسماء اللي بلجنة تفضل عروض مرحبا 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 هيا اصدقائك بالشغل والسلوط بمشروع الضاحية السابعة سيثبت للكل ان القطاع العام ممكن يربع وكتير ممكن ينفذ مشاريع باسعار منافسة للقطاع الخاص هالشي ممكن ساعت الوزيري بس بين قصنا شوية التعب وشوية الضمير هادول راح ينوجدوا لان انا شخصيا راح تابع المشروع بتفاصيله الدقيقة بس بدي مساعدتك بشو؟ اهم مفصل بهالمشروع هو لجنة تفضل عروض انا بدي لجنة موسوقة لانه هذا اخطر موقع بالقصة كلها مشان هيك اختلتك انت ونبيل لتكونوا اعضاء بهاللجنة شكرا تير ساعت الوزير على ثقتك فيني بس في مشكلة انه انت ونبيل قدمكم الوظيفي ما بيأهل اي حدا منكم يستلم رئيس لجنة مين بترشحيلي رجل موسوق سلموا هالمهمة؟ الاستاذ تمام ليش تمام؟ لانه مشهود قلو بكفاءته ونزاهته لا لا تمام عكس مالك متصورة يعريت فكريلي بشخص تاني انا شخصيا ما بسغ فيه اطلاقا روحي لمكتبك وفكريلي باسم لرئيس اللجنة بس حضرتك استاذ مكلفني روح هد المخالفة بالضحية السادسة هلا اجليلي موضوع هد المخالفة روحي لمكتبك وفكريلي باسم لرئيس اللجنة يلا حاضر استاذ ماذا بك يا علوشي؟ ماذا بك يا؟ ماذا بك يا؟ ماذا بشوف الا الحزن بعيونك؟ ماذا تحدث لك؟ عليا اعتبريني اي شخص بريحك بالحياة وحكيلي ماذا بك يا؟ ماذا بك يا خالتي يعني كل المشاكل اللي صايرة عنا بالبيت معبدك يعني ازعاد مشاكلنا بالبيت قديمة اللي تعبك شي تاني شو هو؟ لا والله ماذا بك يا خالتي يعني مشكلة متغسان وشغلات ماذا بك يا عليا ما تعامليني كأني غريبة عنك وما بعرفك مشكلتك مو القصص اللي عم بصير بالبيب ولا مشكلة تغسان انتي مشكلتك مع نبيل شو صاير بيناتكم؟ حكيلي ولا يا خالتي معني عرفان شو بتيلك حاسي عمري سبعين سنة صاير فيني انه ما بصدق أمم مصيبة إلا ما برجع باكن مصيبة أكبر منا عليا اذا بدك ياني ساعدك حكيلي بصراحة وما تخبي علي شي رح أحكيلك مبارح مرأ رؤوف وقال لي انه أخي غسان خابس خبصة كتير كبيرة اوه 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 يا الله شو بحبك لكن تنظر شوف انت فين شي من جو هيك نكتيني نكت نكتيني نكت نكتيني نصريني من كتر الحق تعالت لنا وجودك جنبي بساني الكون و بس الكون بساني حياتي بساني اهلي بساني عالمي بساني جزداني لك حتى جزداني نسيتم معقول كون مسألتوا بالتكسير حبيبي يا ماذي بصراحة انا ملي حبة اقعد معك مالخوف راكينا حابة يكون معك انا مرتاحة مقتمرة اتعا لي بجنبي مرتاحة وانطماني من مسكين بصراحة انا لا رح ارتاح ولا اتطمان الا لا يبعد ابوك عننا كيف بسيطة انت مو هربان من البيت ومحدة انا بيعرف وين دانك بس انه بصراحة بيعرف ان انا هربان عندك ومجز اليوم يجيرهم الا اذا قلت لنا انك تعلها ع بيروت وما لك راجع لحتى تزبط أمورك يعني كالزيد؟ موقتاً حبيبي موقتاً بس لنأخذ المساري من أبو معتز ونلاقي تصريفه للموافقات اللي معنا شو قلت؟ يعني شو فيني أقول أنت هم جمالك طبعاً موافق وبالمناسبة لازم تسمعي قصيدة كنت عم تخضرة وقت كنتي بالمطبخ جوا بهمني تسمعيها قصيدة بتقول أعشقك عشقاً جمع وأحبك حباً ليس له أول من النهاية كما أنت رائعة وحنونة ولزيزة وطيبة كل يوم أنت تفليجينني فلجاً وتجعلينني أسيخ في نفسي وأزوب كالشمع الذي يحترقه صباحاً وليلاً وحباً والله وفقك والله أكبر كما أنت منيحة يا الله كما أحبك والله أكبر وشكراً الساعة المتوية دمشق 2006 شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم